أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتزام البنك بتمويل المشروعات الذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال استقبال مدبولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حيث أشار مدبولي إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك تصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون يورو في قطاعات عدة مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية